مرحبا بكم مرة تانية في فيديو جديد وان شاء الله يكون مفيد في الفيديو ده هناخد استراحة من سلسلة مراحل بدء تشغيل ويندوز وهنشوف مع بعض حل مشكلة مهمة وهي كيفية حرق ملفة ايزو على فلاشة باستخدام الهاتف المحمول فقط لاستخدامها في بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر من الفلاشة كتير مننا ما بيقدرش يحل مشكلة تلف الويندوز بسبب عدم توافر جهاز تاني لاستخدامه لحرق ملفة ايزو الويندوز او اي اداة من ادوات الاصلاح زي اداة ويندوز بي اي وهنشوف مثال عملي لتحميل ملف ايزو للويندوز وحرقه على فلاشة لاستخدامها لتثبيت ويندوز على اي جهاز كمبيوتر سواء كان عليه نظام بايوز او يو اي اف اي بنبدأ اول خطوة بتحميل ملف ايزو الويندوز من موقع مايكروسوفت وتحميل التطبيق المستخدم للحرق من ودجر جوجل بلاي وهنا انا حملت نسخة ويندوز 10 بدخل على موقع مايكروسوفت باختار اصدار نسخة ويندوز 10 وبضغط confirm وبعدها باختار اللغة وباختار تصميم النسخة 32 او 64 بيت والتحميل بيبدأ وبيظهر لي اسم واصدار النسخة وحجمها زي ما انتم شايفين وبالنسبة للتطبيق المستخدم لحرق الويندوز على فلاشة في اكتر من برنامج متوفر انا هنا حملت تطبيق ultimate usb لان التطبيق ده عبارة عن مجموعة ادوات ممكن نستخدمهم لحرق ملفات الايزو على فلاشة حسب المطلوب زي ما انتم شايفين بعد تحميل التطبيق بوصل الفلاشة بالفون وباستخدم وصلة otg لtype c او لمايكرو usb حسب نوع الهاتف المستخدم بتأكد انه تم قراءة الفلاشة من تطبيق الملفات وفي حالة اذا لم يتم قراءة الفلاشة ممكن تجرب عكس اتجاه توصيل وصلة otg لان في بعض انواع بتوصل على اتجاه واحد فقط بعد التأكد من التوصيل يفضل اختيار ازالة او unmount من خيارات الفلاشة قبل فتح تطبيق ultimate usb الخطوة التالتة بيبدأ تشغيل التطبيق ونظام التطبيق ده بيعتمد على ال coins او العملات عشان اقدر انفز اي خطوة داخل التطبيق وبالنسبة للخطوات اللي هنفزها خلال الفيديو هنحتاج خمسة coins ممكن تشتري ال coins او تشوف خمس اعلانات مجانية وانا هنا هستخدم اداة ventoi من الادوات داخل ultimate usb لحرق ملف iso الخاص بنظام windows وسبب اختيار الادات ventoi بسبب انها مناسبة مع كل الانظمة مناسبة لاجهزة القديمة نظام bios ومناسبة لاجهزة الاحدث نظام uefi على اكثر الاصدارات الحالية من الادوات التانية على نفس التطبيق زي روفوس بالرغم من وجود خيار لنمط تقسيم mbr لكن بتكون مناسبة مع ifi فقط بعد بدء التطبيق بيظهر لي بيانات الفلاشة فوق باختار اداة ventoi باختار نمط تقسيم mbr وبحدد secure boot وبضغط install والخطوة دي بتستهلك 3 coins بعدها بضغط على copy file to usb وبحدد مكان ايزو الويندوز بعد ما حملناه والخطوة دي بتستهلك 2 coins والخطوة دي ممكن ياخدوا وقت شوية انا هنا سرعت الفيديو عشان ما ياخدوش وقت كتير من الفيديو وبعد نجاح العملية بضغط اوكي وبقفل التطبيق ودلوقتي بقدر اصل الفلاشة واستخدمها هنشوف مع بعض تجربة لبدء تشغيل الفلاشة باستخدام جهاز عليه نظام bios ونفس الخطوات بالنسبة لجهاز UEFI بالنسبة لاجهازة bios بتأكد ان اعدادات الماوس والكيبورد مفعالين داخل اعدادات bios بدخل على integrated peripherals او اختيار مشابه لكده حسب نوع واصدار البيوس عندك وبتأكد ان الماوس والكيبورد في وضع التفعيل او enabled والخطوة دي غالبا مش مهمة بالنسبة لانظمة UEFI بعدها بختار save and exit او بضغط على F10 واختار yes بعد تشغيل الجهاز وابدأ البوت مينيو بتضغط على الزرار المناسب ممكن يكون F12 او F9 وفي بعض الاجهازة ESC او اي مفتاح اخر وبختار USB HDD بتظهر لي وجهة فينتوي وموجود فيها ملفات الايزو اللي تم نقلها على الفلاشة انا هنا كنت نقلت ملفين واحد للويندوز والتاني لادات ويندوز بي اي لو انت نقلت الويندوز بس هتلاقي عندك اختيار واحد للويندوز وفي حالة عدم استجابة لوحة المفاتيح في الوجهة دي بتأكد من اعدادات البيوس زي ما وضحنا بختار ملف الويندوز وبختار boot in normal mode اذا وجهتك اي اخطاء بعد اختيار normal mode اختار الخيار التاني boot in wim mode زي ما تم التوضيح في مراجع عداد فينتوي وغالبا ما بيحصلش اخطاء بالنسبة للويندوز في normal mode وممكن الجهاز ياخد فترة على الشاشة دي اللي فيها مؤشر بيظهر ويختفي قبل ما يبدأ تثبيت الويندوز وبكده يكون تم بنجاح بدء تثبيت ويندوز بعد حرق ملف الايزو على فلاشة باستخدام الهاتف ممكن تشوف فيديو بيوضع خطوات تثبيت ويندوز 10 والفرق بين اصدارات المختلفة هسيب الرابط في صندوق الوصف تقدر توصل للفيديو ده مني في نهاية الفيديو حابب اشكركم لما تابعتكم ودعموكم للقناة على اليوتيوب ودعموكم من خلال صفحة الفيسبوك اذا ما كنتش مشترك في القناة اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد واعمل لايك للفيديو اذا استفدت اتمنى تشاركوا تجربكم واسئلتكم في التعليقات ياريت تعرفونا اي من الادوات نجحت في بدء التشغيل باستخدامها وياريت تعرفنا نوع جهازك عشان تفيد غيرك